الله وبركاته طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في الجو وعلى متنها 91 راكبا تعرضت إحدى طائرات شركة مصر للطيران لحادث في الجو أثناء نقل 91 راكبا من القاهرة إلى تونس صباح السبت أصفر عن إصابة 2 من طاقم الضيافة وقال مصدر مسؤول بالشركة بسبب سوء الأحوال الجوية في تونس تعرضت رحلة الشركة رقم 843 من تراز بوينغ 8737 من القاهرة إلى تونس السبت وعلى متنها 91 راكبا لمطب هوائي شديد نتيجة اضطرابات في الغلاف الجوي قبل خبوطها بمطار قرطاج الدولي في تونس وأضاف أن الحادث أدى إلى إصابة 2 من طاقم الضيافة بإصابات طفيفة بينما لم يصب أحد من الركاب موضحا أن الطائرة هبطت بسلام في مطار قرطاج قبل أن تقلع مجددا في رحلة العودة إلى القاهرة مرة أخرى وعلى متنها 99 راكبا وعلى متنها